لكن فيه آية اللي هي برسالة فليبي الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى أخلى نفسه آخذا صورة عبد يعني أوكي فيه ناس ممكن يتوافق معنا أنه الله قادر على كل شيء لو حاب يتجسد ما الله تكلم من الجبل يتكلم من النار شو المانع أنه يتخذ جسد لكن يصل هذا التجسد إلى حد أنه يموت على الصليب هنا بتكون الفكرة أو الإشكال الغير مقبول نعم فهم يعني أخلى نفسه أمر في غام الأهمية لمعرفة شخص المسيح الكلمة المتجسد ولمعرفة آيات كثيرة جدا في كلمة الله لو أنا مش فاهم يعني أخلى نفسه تظل هذه الآيات غامضة وتتفهم غلط فمشانك أنت معنا توضح لنا الفكرة إيه يعني أخلى نفسه؟ أخلى نفسه يعني كلمة أخلى جاية من إخلاء يعني يفضي تفريغ تفريغ تمام؟ لم يفرغ نفسه من الألوهية لأنه حاشة لأنه لا يستطيع الله لا يستطيع الله أن لا يكون إلها يعني لما اتخذ جسد كان بعده الله نعم ما زاله هو الله عشان كده المسيح بعد التجسد ينظر إليه من جانبين مرة أخرى نرجع لفكرة الجانبين الجهتين أقول آية في رسالة روميا أصحح واحد وعدد ثلاثة وعدد أربعة بتشرح التجسد ووراها نتكلم عن الإخلاء عدد ثلاثة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد زي ما كنت بحكي مع حضرتك حضرتك أب وابن نعم فلما قول أنت ليك سلطة أنا هقصد علاقتك بباباك ولا علاقتك بابنك لما أنت يكون لك سلطة نعم معناها دي علاقتك بمين؟ بابنك بابنك طب لو قلت أن أنت خاضع خاضع للأب يبقى خاضع لعلاقتك بالأب فعشان كده دول جهتين عشان كده الكتاب أنا بيحكينا عن جهتين من جهة الجسد هو ابن داود ليه؟ دي الجهة الإنسانية نعم الآية رقم أربعة تعينة أي تبرهنة أعلن بوضوح ابن الله بقوة من جهة روح الحداسة فهنا ينشأ سؤال هو ابن الله ولا ابن داود؟ الاتنين طب دي جهة واحدة ولا جهتين؟ الجهتين فعشان كده لما بحكي عن إخلاءه أخلى نفسه مهم خالص أن كل مستمع يفهم الجهتين ترجمة نانسي قنقر